بسم الله الرحمن الرحيم أخي فخامة الرئيس ننجوله ممنبأ رئيس جمهورية ناميبيا فخامة المستشار أولوف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا للتحادية معالي السيد أنطوني جوتيرش سيكتير عام الأمم المتحدة نلتقي قبل أيام من قمة المستقبل التي تنعقد عليها الآمال من أجل التوصل لتوافق دولي من شأنه تعزيز العمل متعدد الأطراف وفي القلب منه جهود منظمة الأمم المتحدة بما حقق أهدافنا المشتركة في التنمية المستدامة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتمتع الشغوب كافة بحقوق الإنسان بشكل شامل وعادل السيدات والسانة أن قمة المستقبل تنعقد في ظل أزمات دولية متنامية سياسيا واقتصاديا وأخص بالذكر هنا حالة التصعيد الخطيرة بالشرق الأوسط بما لها من تدعيات سلبية على المستوى الدولي وهو محتم علينا أن تتضافر جهودنا خلال القمة لتحقيق الأولويات التالية أولا التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي دون تمييز أو معايير مزدوجة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين ثانيا إصلاح هيكل النظام المالي العالمي وتعزيز مشاركة الدول النامية في أليات صنع القرار الاقتصادي وتقويت دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية بما يسهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة فضلا عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية جراء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول ثالثا تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي وبواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة على رأسها ندرة المياه سواء لأسباب طبيعية أو مستنعة الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه واحترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية وعدم وقوع أضرار على أي دولة وفي الختام تتطلع مصر إلى خروج القمة بنتائج ملموسة تدفع نحو التغيير الحقيقي تنفيذاً للتعهدات الدولية بتوفير الأمن وتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب العالم دون استثناء شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر